الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أهلا ومرحبا بكم متابعين القرام في محاضرة جديدة من محاضرات في الفقه الإسلامي كتاب الصلاة في هذه المحاضرة نتناول الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة ونتناول فيه المسائل الآتية حكم قراءة الفاتحة في الصلاة حكم قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية والسرية وأحكام اللحن في قراءة الفاتحة وفي البديل عن قراءة الفاتحة عند العجز عنها وقراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 أي غير تامة غير تامة غير تامة غير تامة فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام هنا سؤال يستفتي أحد المستمعين أبا هريرة رضي الله عنه بذاته والذي هو يرو الحديث فقال اقرأ بها في نفسك إذا كنت وراء الإمام اقرأ بها في نفسك فما حكم قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية أبو هريرة وضح لنا المسألة من قبل أن نأتي إليها وقال اقرأ بها في نفسك الأحناف يرون كراهية القراءة خلف الإمام في الصلاة لأن الأحناف يرون أن القراءة تتعارض مع الإنصاط وقالوا في قول تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون أنها نذرت في الصلاة ولذلك قالوا تكره قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية خلف الإمام ولكن إذا قرأت تصح الصلاة أما عند شافعية وابن حزم وهو رأي الإمام البخاري أنه بل يجب قراءة الفاتحة مطلقا في الصلوات الجهرية والسرية معه وقيل تجب في السرية دون الجهرية وهو قول للشافعي واختيار ابن العربي من الملكية وأحسنوا الأقوال وأحوطها في هذه المسألة وأسلمها للدين لأننا نتكلم عن ركن لا يحتمل الخطأ فيه يبتل الصلاة هو ما قاله الترميزي رحمه الله وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث أن لا يجوز للإنسان أن يترك الفاتحة أبدا بل لا بد أن يقرأها مطلقا في أي صلاة كانت وأما في الصلوات الجهرية فيتتبع سكتات الإمام وهذا القول كما قلت لكم هو الأحوط لأنه لا تعارض بين الإنساط للإمام والقراءة في سكتاته وهذا لا يقطع الخشوع وهذا أمر مجرب أما كون ترك قراءة ركن من أركان الصلاة لمسألة فيها تعارض وترجيح لا أحب ذها والأفضل للجمع والأفضل الذهاب للأحوط ولو كان الأمر في سنة من السنن أو واجب من واجبات الصلاة لكان الأمر أوسع ثم نأتي على أحكام اللحن في قراءة الفاتحة كثير من الناس يتقدم للإمامة ويهرع لها من غير أن يتقن الفاتحة ونجد أحيانا أن بعض الأئمة عندهم لحن في قراءة الفاتحة فمتى يكون هذا اللحن مبطل للصلاة ومتى لا يكون العبرة في بطلان الصلاة أو عدم بطلانها هو فساد المعنى أو عدم فساد المعنى فإن تغير معنى القراءة إلى تغير فاحش تبطل الصلاة قولا واحدا على سبيل المثال لا الحصر إذا أدخل أهل الجنة النار وأدخل أهل النار الجنة تبطل الصلاة إذا قرأ بلحن يوسئ فيه لله أو لنبيه أو للمؤمنين أو يمدح فيه الكفار أو المشركين أو العصار تبطل الصلاة فإذا كان التغير في المعنى فاحشا تبطل الصلاة بعض العلماء قالوا أنه إذا كان لحن جلي يبطل الصلاة وإن كان لحن خفي لا يبطل الصلاة واللحن الجلي والخفي يعرفه كل من يدرس أحكام التجويد فالخلاصة في هذه المسألة إذا كان التغيير يغير المعنى هذا عند الأحناف إذا كان التغيير يغير المعنى تغييرا فاحشا تبطل الصلاة قولا واحدا عند الحنابلة إذا كان لحن لحن جلي في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة وإذا كان لحن لحن خفي لا تبطل الصلاة وهذا الذي هو أميل إليه والله أعلم أما في حالة عجز الإنسان عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ هل يجوز ترك هذا الركن للعجز؟ مثال ذلك هناك بعض الناس كبار في السن ضعاف في الحفظ أو ربما فقد الذاكرة أو هو حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بالفقه في الدين ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ومهما تحفظه لا يستطيع أن يحفظ قال الفقهاء هذا يسقط عنه فرض قراءة الفاتحة هذا يسقط عنه ركن الفاتحة ويستبدله بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميل أي يستبدله بالذكر وإن كان يحفظ شيئا من القرآن يقرأ هذا الشيء بديلا عن الفاتحة لأنه أيضا من الذكر والقرآن أعظم الذكر الملخص الفقهي للمحاضرة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند الجمهور قراءة الفاتحة واجبة في كل الصلوات الجهرية والسرية عند جمهور المحدثين اللحن في القراءة يبتل الصلاة إن كان لحنا جلي ويسئل الصلاة إن كان لحنا خفي البديل عن قراءة الفاتحة عند العجز هو الذكر وما تيسر من القرآن إن توفى